السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم وفا عبد الرضا مدرسة اللغة الإنجليزية درسنا لهذا اليوم ليصف الثاني المتوسط لدينا هنا الوحدة الخامسة الدرس الخامس عنوان الموضوع اسمه الاختراعات العظيمة كتاب الطالب صفحة 52 تفحص الباريغراف بسرعة وأجد الأجوبة للأسئلة التالية يعني بالبداية قد نهنان النصوص هذه النصوص راح نقراها بعد ما نقراها راح نجاوب على مجموعة من الأسئلة وأريد أوضح بأنه هذه النصوص هي الأسئلة أو القطع القطع المهمة في الامتحان الشهري يعني الأسئلة راح تكون عليها فعندي هنا جون بيرت جون بيرت جون بيرت قد نهنان التولد مالتا بسنة 1888 وعدنا هنان الوفاة مالتا نايتين فورتي سيكس في سنة 1946 وستة وأربعين إن لندن في لندن من 1926 في 1926 بيرت سكوتش انفينتر قد نهنان بيرت هو مخترع سكوتلندي سكوتش انفينتر معناها مخترع كان أول شخص كان أول شخص كان أول شخص عرض الصور على شاشة التلفاز تلفاز شاشة الصور لم تكن جيدة جدا ولم تتحرك ولم تتحرك في 1927 however he was able هو كان قادرا to send moving pictures على أرسال صور متحركة from London من لندن to Scotland using telephone wires مستخدم واير احنا بالعام نقول على الأسلاك الكهربائية نقول عليها واير فهنا نستخدم الأسلاك الهاتف telephone wires أسلاك الهاتف The following year السنة التالية He sent pictures أرسل الصور to America إلى أمريكا using radio waves مستخدما radio waves waves معناها موجات راديو هي نفسها راديو فإذاً مستخدم موجات الراديو بيرد كونتينيود working استمر يعني بيرد استمر في العمل and finally وأخيرا هي helped ساعد to develop color television ساعد على شنو؟ على تطوير التلفاز الملون عدنا القطعة الثانية القطعة الثانية عدنا هنا غوليلمو ماركوني هذا المخترع اسمه غوليلمو ماركوني أيضاً التولد مالت سنة 1874 1874 والوفاة مالت 1937 اللي هي 1937 After the inventions of the telephone by Alexander Bell يقول بعد اختراع التلفون أو الهاتف من قبل منو؟ من اختراع الهاتف؟ Alexander Bell 1847 and 1922 Inventors مخترعين worked on radio waves المخترعين عملوا علاشنو؟ radio waves موجات الراديو in state بدلاً من of electric signals بدلاً من الإشارات الكهربائية to carry sound لحمل الصوت Marconi an Italian Marconi هو إيطالي an Italian was the first to do this كان الأول لفعل هذا in 1820 أو in 1896 في سنة 1896 he sent a radio message he sent a radio message هو أرسل رسالة over a distance يعني لمسافة of more than أكثر من 1.5 كيلومتر يعني 1.5 كيلومتر يعني أكثر أرسل رسالة لمسافة أكثر من 1.5 كيلومتر 2.5 كيلومتر 2.5 المهمة بالامتحان كيلومتر كيلومتر 1.927 number 4 is he alive or dead is he هل هو alive على قيد الحياة or dead أو متوفي فهو شيء أكيد يعني dead ليس على قيد الحياة هو متوفي هذا فيما يخص الأسئلة التي تلقوها أيضا موجودة مع القطع في كتاب الطالب راح أجلي هنا هالمرة شنو activity book إلى كتاب النشاط يعني هاي الأسئلة الأربعة موجودة مع القطع في كتاب الطالب راح أجلي هنا للصنفايف الدرس الخامس الدرس الخامس لكن تلقونا activity book page 71 صفحة 71 عندي exercise A تمرين A find these words in the text يقول جد الكلمات الموجودة في النص on page 52 صفحة 52 of your students book من كتاب الطالب فعندي هنا نمبر 1 هي مجموعة من الكلمات هاي الكلمات يأما يريد العكس يأما يريد مرادف إلها راح نجي على نمبر 1 يقول لي the opposite of last منطيني بس كلمة last يقول لي عكس كلمة last last معناها الأخير ومعناها الماضي فأني عندي هنا العكس معلتها هي كلمة fairest هي معناها الأول هذا فيما يخص نمبر 1 نمبر 2 نمبر 2 نمبر 2 verb فعل from the noun inventions يريد أنه أستخرج من هذا الاسم أنا عندي كلمة invention invention معناها اختراع وهي اسم يريد أطلع من هذا الاسم فعل مثلا هي مو اختراع كون أنا أسوي يخترع أحولها إلى فعل يخترع فأني عندي هنا أنا كتبت لي الطلاب ملاحظة بالكورس الأول بأنه الكلمات من أشوف منتهية B-I-O-N أو T-I-O-N هذه معناها أنه هي اسم هي هاي الإضافة أضيفة فتتحول الكلمة عندي من فعل إلى اسم فهنانا inventions اختراع بس مجرد أشيل هاي الإضافة صارت عندي invent يخترع فحولتها إلى فعل number three يقول لي large boat large boat قارب الكبير قارب الكبير شنسمي أحنا شي أكيد يريد كلمة مقاربة ألها اللي هي سفينة فهنانا راح أكتب ship ship معناها سفينة number four the next year the next year معناها السنة التالية أو السنة القادمة أو السنة الجاية فهنانا ش راح أقول تالية المرادف الهذا following year السنة التالية أو القادمة number five how far one place is from another يقول البعد من مكان إلى آخر شنسمي يعني إذا مكان بعيد عن الثاني ش راح نسمي راح نسمي هنانا distance distance معناها مسافة مسافة أو البعد فهذه أيضا هنانا عندي مرادف number six النقطة السالسة bird first used telephone wire يقول bird أولا استخدمت telephone wire أسلاك الهاتف أو التليفون to send pictures لإرسال pictures الصور then راديو فراغ هو أحاط لهنانا فراغين بالبداية ش استخدم الهاتف أسلاك الهاتف أكتب wire زين الراديو شنو عنده همينا أسلاك لا كان عنده موجات اللي هي أسميها waves فهنانا خليت wires هنانا راح أخلي waves بالفراغ هذا فيما يخص exercise exercise a راح نجي على exercise b exercise b أيضا مهم يقول are the sentences true or false يقول هل هذه الجمل true أخلي t أو false معناها خطأ أخلي هنانا f فهذه أيضا فيما يخص القطع فعندي هنانا number one john bird died in in 1888 يقول لي john bird توفى في 1888 هاي يكون أرجع إلى قطع الكتاب وتأكد منعتها فهنانا الإجابة هي خطأ false فعندي هنانا شا سويت صححتها سويت الصحيح صارت عندي هنانا سنة 1946 19 1946 number two bird sent moving pictures bird أرسله صور متحركة to america in 1928 سنة 1928 فهذه الإجابة عندي هنانا أيضا true صحيحة number three number three marconi invented the telephone يقول لي هنانا ماركوني هو اخترع التليفون هو الجواب خطأ false فأكتب هنانا if لأنه اللي اخترع حمله Alexander Bill هو ما مطلب أنه أصحح الخطأ لكن أنا هنا أصحح على مد أبين الجواب الصح من الخاطئ رفح أجيلي هنانا number four النقطة الرابعة ماركوني used radio waves ماركوني استخدم موجات الراديو to carry sound لحمل الصوت أو نقل الصوت فهذه الجواب true صحيح number five number five in 19 and two في سنة 1902 ماركوني send a radio message to America أرسل ماركوني رسالة إلى أمريكا رسالة عبر الموجات الراديو لأمريكا الجواب false هذه أغلب أغلب الطلاب يعني يخطأون بهذا يقولوا لي ليش بينما إذا يرحون يتأكدون راح يشوفون هي أرسل الرسالة مو إلى أمريكا أرسلها to England فالإجاب عندي هنانا false هذا فيما يخص exercise بي زين الموضوع الموجود عندي هنانا عندي موضوع قواعدي أحن أخذنا في الدرس السابق المبني للمجهول في زمن المضارع البسيط لكن عندي هنانا عندي شنو past simple passive أيضا المبني المجهول في حالة الماضي البسيط وأيضا أكد على البسيط لأن أنا عندي هناك مبني المجهول في زمن المستمر فعندي هواية فمنها أقول البسيط simple أول شي جملة الماضي من أعرفها يعرف جملة زمن الماضي من ظروف الزمان ألقي بيها كلمة ago معناها مضت أو كلمة last معناها الماضي مثلا last week last year last month الشهر الماضي أو أعرفها من كلمة yesterday 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 معناها البارحة أو نعرف الجملة من الفعل الماضي الموجود في الجملة أو أعرف الجملة من خلال الفعل هاي إذا الطالب حافظ التصاريف لأن جملة الماضي أكون ألقي بيها فعل ماضي لكن أغلب الطلاب ما يفرقون بين الفعل المضارع والماضي فهذه بعض ظروف الزمان إذا وجدت في الجملة على القل أن الطالب يعرف أنه هذه من خلال هذه الظروف أنه الجملة زمن ماضي أيضاً على مد أسوي الجملة المبني للمجهول أول شيء نفرق بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول المبني للمعلوم دائماً الجملة تبدأ بها الفعل وبعدين الفعل وبعدين المفعول به فعلى مد أحولها إلى مبني للمجهول أيضاً أتبع نفس الخطوات اللي ذكرتهم بي المحاضرة الفاتت أيضاً نفس الخطوات أحذف الفاعل الجملة مات المبني للمعلوم أحذف الفاعل من عدها وأقدم منه أقدم المفعول به أخليه في بداية الجملة هاي أول خطوة الخطوة الثانية نضع الفعل المساعد المناسب للمفعول به بالمضارع شنت أخلي إز وآر وآم حسب المفعول به بس هنا بما أنه عندي زمن ماضي ما راح أخلي إز وآر وآم فإذا كان مفرد أخلي كلمة ووز أنا أعرف بأنه الماضي مالت الإز وآم هي ووز وإذا كان جمعنا ضع وير الوير هو لي الماضي مال لكلمة آر فعندي هنا فعندي الآر ماضي مالتها وير والإز وآم ماضي مالتها ووز فإذا أعرف بأنه الواز أستخدمها مع الآي الضمير أنا هي شي إت مع الهو هي والإت والآر أو الوير أستخدمها مع الوي يو ذي النقطة الثالثة نحول الفعل الرئيسي للجملة من فعل ماضي إلى تصريف ثالث هذه أيضاً كون الطالب حافظ تصريف الأفعال إذا هي أكون عندي بعض الأفعال هي صحيح فعل ماضي بس هي نفسها تصريف ثالث هاي إذا كانت من الأفعال المنتظمة التي تأخذ إيدي أو من الأفعال الثابتة اللي هي تبقى نفسها مثل ريد 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 هي نفسها كوت 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 هي نفسها تبقى هذن الأفعال نفسها لكن عندي الأفعال اللي هي شاذة مثلاً جو بالماضي مالتها الصير وين تصريف الثالث صير عندي جون فإذن هذن يكون الطالب حافظ التصريف هاي بالنسبة للثلاث خطوات اللي يكون أسويها راح أجي للقاعدة القاعدة نفس القاعدة مالت المبني اللي المجهول بزمن المضارع نفسها ماكو أي اختلاف أيضاً بدايتها مفعول به زائداً أفعال الكينونة لكن شن اللي اختلف اختلف أنه بالمضارع أستخدم إز آر آم هنا أنا ما راح أستخدم هنا بس أستخدم موز وير في حالة الماضي أستخدم موز وير في المضارع إز آر آم بالماضي أستخدم موز وير فإذن مفعول به زائداً أفعال الكينونة موز وير زائداً الباست بارتسبل تصريف الثالث للفعل بلوس الكومتليمنت زائداً التكملة زائداً بعض الأحيان أخلي الفاعل في نهاية الجملة أكتب باي باي معناها من قبل أو بواسطة زائداً للسبجكت الفاعل راح أجي أنطي هنا أمثلة هذه هنا أنا موضحة أنه الهي شي إضافة إلى الآي تأخذ وير ذي وي يو تأخذ وير يعني إذا كان المفعول به مفرد أو وحدة من هاي الأفعال أخلي وير إذا كان جمع أو وحدة من هاي العفو موفع الضمار إذا كان جمع أو وحدة من هاي الضمار أخلي كلمة وير فإذا نمبر ون ماركوني انفينتد ذراديو هذه عندي هنا أنا أكتب أكتب معناها مبنية للمعلوم ليش؟ لأن عندي ماركوني فاعل انفينتد فاعل والكلمة قالت ثالث كلمة هي تلقوها هي مفعول به فإذا أول شي أحذف ماركوني أقدم المفعول به أجيبه بالبداية صار عندي ذراديو زي أن ذراديو عندي مفرد له جمع عندي هنا أنا مفرد فإذا خليت حسب القاعدة شنو؟ was lower خليت هنا أنا was لأن عندي هذا مفرد عندي كلمة من الفعال المنتظمة التي تأخذ إيدي هذه نفسة هي ماضية هي نفسة تصريف ثالث يعني أنا نسلها لأن هي تصريف ثالث أيضا فإذا ذراديو وز انفينتد زي أن أنا قلت هنا بعض الأحيان أخلي باي زائدا من الفاعل فإذا خليت هنا باي والفاعل خليته بالأخير باي ماركوني فإذا شنو؟ ذراديو وز انفينتد اخترعه على الراديو من قبل ماركوني أنا قلت المبني للمجهول يعني ما أذي إما ما رد أذكر الفاعل أو الفاعل يكون غير مهم ذكرى غير مهم فمن هاي بعض الأحيان أذكرى بعض الأحيان ما ذكرى يعني هذا حتى إذا ما أذكر من قبل ماركوني أيضا الجملة تكون صحيحة ما بها أي خطأ فهاي حولتها إلى مبنية للمجهول عدنا هنا نمبر تو يعني عرض الصور على شاشة التلفاز فإيضا فإذا أقدمها بالبداية المفعل به أحطها بالبداية زين إذا كانت مفردة خلي ووز وإذا كانت جمعة خلي وير زين هي بيكترس بها إس الجمع فإذا إش راح أخلي ووز لو وير راح الشيكيد راح أستخدم كلمة وير فإذن بيكترس وير عندي شود من الأفعال التي تأخذ إيدي أيضا هي تبقى نفسها شود هي نفسها ماضي هي نفسها تصريب ثالث فإذن بيكترس وير شود أنزل التكملة على شاشة التلفاز باي بيرد من قبل بيرد مؤلة أذكره حتى لو أقول بس الصور عرضت على شاشة التلفاز ما يحتاج أذكر حتى باي بيرد يعني إذا الذكروا أو ما الذكروا الجملة صحيحة number three الجملة الثالثة she wrote she wrote هي كتبت the messages الرسائل yesterday البارحة هذه هنا أنا عندي قد يطلب المدرس أنه نحولها إلى passive ممني للمجهول لكن ما يذكر الجملة هذه شنو نوعها هل هي مضارع أو ماضي أو مستقبل فإذن إذا طالب ما حافظ تصاريف الأفعال وما يعرف أن روت هي فعل ماضي معناها كتب قد يعرف من كلمة يستردي اللي هي معناها البارحة فإذن اش راح أسوي عندي ثالث كلمة the messages الرسائل أحطها بالبداية the messages بما أنه بها السجمع راح أخلي كلمة where حسب القاعدة الموجودة عندي روت عندي فعل ماضي وهي من الأفعال الشاذة التصريف الثالث للفعل ما لتها راح أصير عندي written فإذن the messages were written yesterday البارحة أكملها معناها الرسائل وكتبت البارحة لكن ما ذكرت منه كتبها number four أثيف أثيف معناها لص stall السرقة فعل ماضي my car سيارتي last week الأسبوع الماضي هذه عندي هنا active زيان أنا أحولها أيضا إلى passive أيضا اش راح أسوي أحذف الفاعل اللي هو the thief فإذن أقدم my car يعني ممكن لأقول اللص سرقة سيارتي أقول السيارة سرقت فإذن my car أقدمها بالبداية my car مفرد فإذن أخلي كلمة was عندي stall المظاهرة مالتها steel ماضي مالتها stall فإذن steel stall تصريف الثالث مالتها stolen أنا الزل التكملة اللي هي last week فإذن my car was stolen معناها السيارة أو سيارتي سرقت حولتها إلى مبني للمجهول ما أعرف من السارق هذا فيما يخص المبني المجهول في حالة الماضي هذا فيما يخص درسنا لهذا اليوم وشكرا لكم ولحسن متابعتكم